هل شعرت يوما أنك لا تفهم بشكل تام ما يتحدث عنه الناس؟ يتحدثون عن سبول العيش أو الأسواق، ولكن ما الفرق؟ وما العلاقة بينهم؟ أعلم أن الأمر محير، وقد شعرت بهذه الحيرة من قبل بأن تكون لست متأكدا تماما مما يعنيه المصطلح المستهدم دعني أخبرك قصة، ساعدتني على الفهم، وربما ستساعدك أيضا التقيت برجل مزارع في قرية صغيرة يقوم بزراعة الذرة الزراعة تعد سبيل عيشه، وهذا يعني أن جميع المهارات والأدوات والأنشطة التي استخدمها هو وعائلته في زراعة الذرة هي جزءا من سبيل العيش هذا تسعى برامج سبول العيش إلى خلق فرص لكسب الرزق على مستوى الأسرة والفرد عندما أخذ هذا المزارع محصول الذرة في طريقه إلى مكان السوق كان يلتقي بالعديد من الأشخاص الآخرين الذين لديهم نفس سبيل العيش أي مزارعين آخرين يبيعون سلعهم كان أيضا يقابل أشخاصا لديهم سبيل عيش مختلفة ولكنها ذات صلة مثل التجار، أصحاب المطاحن، وعاملون مواصلات والنقل على الرغم من أنهم لا يعملون دائما في نفس مكان السوق لكنهم جزءا من نفس نظام السوق نظام السوق عبارة عن شبكة من الأشخاص والبنية التحتية والقواعد التي تدعم عملية البيع والشراء في هذا النظام ويتم تضمين جميع العلاقات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته على سبيل المثال البنية التحتية مثل الطرق وشبكات الاتصالات والقواعد التي تشمل القواعد الرسمية والغير رسمية مثل السياسات الحكومية أو المعايير الثقافية حول دور المرأة في السوق تعمل برامج تطوير أنظمة السوق على تخطي المعوقات داخل نظام السوق التي قد تمنع الفئة المستهدفة من كسب العيش بطريقة جيدة قد تسمع أيضا أشخاص يتحدثون عن سلاسل القيمة وهي تشبه إلى حد كبير أنظمة السوق لكنها تركز على منتج أو خدمة معينة وقد تجد سلاسل القيمة متعددة في نظام السوق الواحد على سبيل المثال في نظام سوق الذرة قد يكون لديك سلسلة قيمة لدقيق الذرة ليأكله الناس وسلسلة قيمة أخرى للذرة كعلف لتغبية الحيوانات تركز برامج سلسلة القيمة على تحسين منتج أو خدمة معينة لمساعدة الأسر على كسب العيش دعنا نحاول ربط جميع المصطلحات معا سبل العيش هي طريقة لكسب الرزق ولكسب الرزق قد تذهب إلى مكان السوق وبالتأكيد ستنخرط في نظام السوق تركز البرامج المختلفة على جوانب معينة من السوق فبرامج سبل العيش تركز على الأسرة وقدرتها على توفير الرزق بينما برامج تطوير أنظمة السوق تركز على تخطي معوقات نظام السوق ككل أما برامج سلسلة القيمة فهي تركز على تحسين منتج أو خدمة معينة لكن ماذا عن الوظائف؟ ربما تريد أن تعرف كيف تختلف الأنشطة أو البرامج المدرة للداخل IGA عن الوظائف أو أن تعمل لحسابك الخاص IGA أو الأنشطة المدرة للدخل هي أي شيء يفعله الشخص لكسب المال في الواقع يستخدم المصطلح فقط في السياقات الإنسانية لذلك إذا كنت مهتما بربط عملك ببرامج طويلة الأمن فمن الأفضل استخدام كلمات أكثر تحديدا مثل الوظيفة أو التوظيف لأن الآخرين في هذه الحالة مثل الجهات الفاعلة في البرامج التنموية والحكومية أو القطاع الخاص سوف يفهمون بسهولة ما تعنيه لذا إذا كنت تريد تجنب استخدام المصطلحات فبدلا من استخدام البرامج المدرة للدخل استخدم الكلمة التي تصف ما تفعله بالتحديد مثل وظيفة، وظيفة بدوام جزئي، عمل مؤقت، عمل مستقل، مشروع صغير كل ما هو منطقي في سياق عملك عظيم لقد تناولنا الكثير من مصطلحات السوق ولكن هناك شيء آخر أريد إخبارك به بما تكون قد سمعت عن إطار عمل البرامج القائمة على السوق الذي يشرح الأنواع المختلفة لبرامج السوق وهي استخدام الأسواق، دعم الأسواق أو تغيير نظام السوق يساعد هذا الإطار على التركيز على كل من الاحتياجات الفردية واحتياجات النظام الأوسع بحيث يكون العمل في حالات الطوارئ أساساً جيداً للتعافي والتنمية على المدى الطويل لمشاهدة الفيديو الذي أصدرت هوميك عن إطار عمل البرامج القائمة على السوق ما عليك سوى مسح رمز الـ QR هذا وسيأخذك الرابط إلى الفيديو مباشرة شكراً للإندمام لليوم يمكنك مشاهدة هذا الفيديو مرة أخرى إذا كنت تريد مراجعة أي من المصطلحات التي تم شرحها أو يمكنك الانضمام إلى مجتمع العاملين في الأسواق التي تمر بأزمات لطرح أي سؤال لديك